بيبدأ الفيلم وبنشوف بنت اسمها اوزنور وهي قاعدة عند واحد من اكبر الدجالين في العالم اسمه احسان وبتطلب منه ان يعمل لها تعويزة تخلي ابن عمتها يحبها اللي هو اسمه كودرت مع انه متزوج وعنده بنت وسألت الساحر وقالت له هو ابن عمتي ينفع يتجوزني ويحبني رد عليها الساحر وقال لها دلوقتي حالا الجنة هو اللي هيجاوبك على سؤالك وحيرد عليك وقال لها بصي على صاحبتك جنبك وفعلا البنت بتبص على صاحبتها لقاتها تحولت وبقى شكلها مخيف وصرخت وتكلمت بصوت الجن وقال ان ابن عمتك حيدمر حياتك وحيدمر العيلة كلها وهو مش بيحبك وبيحب زوجته وبس البنت تعصبت من كلامه وغضبت وفي اللحظة دي بترجع الفلاش باك وبتفتكر كل اللي حصل بينها وبين ابن عمتها لما راحت له قبل كده في الشغل وطلبت منه انه يتجوزها لانها حامل منه ولكنه رفض وقال لها ان دي كانت غلطة وانا بحب مراتي وما ينفعش اتجوزك البنت تعصبت عليه وبعد كده ضربها ووقعت على الارض ونزفت وبعدها ودها للمستشفى ولكن للأسف الجنين مات تاني يوم راح يزورها في المستشفى وقالت له خلاص اتجوزني ونخلف طفل غيره انا بحبك قال لها انا مش بحبك وبحب مراتي ابعادي عني بقى قالت له طيب انا حنتقم منك وحضمر حياتك وحضمر حياة مراتك وبنتك اللي اخذوك مني وهنا البنت فائت تاني من الحالة اللي كانت بتفكر فيها ورجعت للدجال تاني وقالت له انها لازم تنتقم منه وتخليه يرجع يحبها وقال لها كده يبقى لازم القع ليه تعويزة الخنزير ودي تعويزة بتتعمل عن طريق السحر الاسود قالت له انا موافقة وقال لها هتوافق كمان على اي شروط واحكام يطلبها منك الجن واي متطلبات وبدأ يميدي ايده في منقد مليان فحم مولع ومنصهر ومسك شوية بايده وحط شوية من الفحم ده على المياه وبص فيه وقال لها الجن ليه طلبات قال لها يعني دلوقتي انا لازم انام معاكي البنت وفقت على طلبه وقال لها انه هيصخر جن ويخليه يلبس جسم نيسا مراد كدرت وبعد خمس ايام من القائد تعويزة حيموت كل الاشخاص المقربين لابن عمتك بما فيه زوجته وبنته وقالت له طيب والدة زوجته هي كمان قاعدة معهم في البيت قال لها يبقى لازم هتموت هي كمان المهم السحر طلب منها تجيب قطر لنيسا القطر ده يعني شعر او دم او اي قطعة من ملابسها الداخلية وعاوز صورة لها كمان بتسيبه والنور وتروح تجيب الحاجات اللي طلبها منها وهنا بنشوف احسان الساحر وهو بيجيب خنزير عشان يستخدمه في التعويزة ومسك الخنزير وفتح بطنه وهو حي وطلع كل الاحشاء اللي ببطنه واخدها معاه وبعد كده بيروح على المقابر وبيخرج شخص ميت ويكون لسه متوفي حديثا وبيقطع جزء من عظمة رجله وبياخدها وهنا بنشوف اوزنور استغلت الفرصة انه قدرة مش موجود في البيت وراحت تزور مراته نيسا وتسلم عليهم وطلبت منهم انها تدخل الحمام وبدأت فعلا تدور على اي حاجة من قطرها اللي طلبها احسان الساحر وبتلاقي شعر لنيسا وغيرات داخلية ومش كده وبس دي فتحت كمان سلة الزبالة واخدت الفوطة الصحية اللي بتستعملها نيسا اللي كانت غرقانة دم واستأذنت منهم وبعد كده ومشيت ولكن وهي خارجة قبلت قدرة على الباب وسألها انت بتعملي ايه ببيتي قارت له انا كنت جاي اقول لمراتك على العلاقة اللي كانت بيننا ولكن نزنا لزروف اسرتك وان بنتك كفيفة كمان ومرضتش احكى اي حاجة لا اي حد وقال لها طيب اياك تيجي هنا تاني وطرطها تاني يوم ازنور راحت للساحر عشان تديره الحاجة اللي كان طالبها وبياخدها منها وقال لها انا هاخد الفوطة الصحية اللي غرقانة دم عشان دية نستعملها في التعويزة لان الجن بيحب الدم النجس او دم الحيط وبيحط الفوطة او المنديل ده في المية ويخليه نزل الدم اللي فيه وبعدها بيصفيه وياخد الدم منه ويخلطه باحشاء الخنزير وبدأ يجيب العظمة بتاعة رجل الميت وكتب عليها ايات معكوسة للقرآن الكريم وكتب اية الكرسي بالعكس ولما كان بيكتب كل كلمة في الاية كان بيكتب المضاد بتاعها او المعنى العكسي بتاعها وطلب من ازنور انها تكفر ووفقت بالفعل وبدأ يقول التعويزة ومجرد ما خلص كلامه حصل اضطرابات كبيرة في المكان والعظمة اللي في ايده تكسرت وقال لها كده خلاص الجن وافق على طلبك وخليك فكرة ان بعد خمس ايام هتموت نيسا وكل المقربين لابن عمتك وبعد كده هيبقى ليك لوحدك وفي اليوم ده كانت نيسا وقفة بتصلي في القوضة ووقع عليها راس خنزير من السقف وبصت للسقف تاني شافت اشلاق كتيرة للخنزير وخرجت تجري من القوضة وراحت لولدتها وتحكي اللي حصل ولكن والدتها كانت مريضة وما كانتش بتتكلم ولا بتتحرك وبتدخل تتطمن على بنتها بتلاقي جنبها على السرير عروسة شكلها مرعب وفي اللحظة دي رحت بطلعة مقص وبدأت تقص شعر العروسة وتقص شعرها هي كمان وبدأت تاكله وبعد لحظات بتهدأ وبتروح تشتكي الجزها ولكنه ما صدقهاش وقال لها انت اكيد تجننتي وبعدها دخلت المطبخ شافت امها وهي بترفع حلة الطبخ وبتقلبها على وشها وحرقت نفسها وامها بتموت في الحال ثلاث يوم نيسا سمعت صوت جاي من الحمام وبتشوف بتلاقي جنب متشكل على هيئة امها اللي كان وشها محروف وامها دي بتدخل ايديها في الحمام وبتأكل منه ونيسا هتموت من الرعب افلت باب الحمام بسرعة وجريت دخل تقودتها ودخل قدرت وحكت له اللي حصل وقال لها انا كمان بيحصل معي حاجات غريبة وبكرة ان شاء الله حنروح للشيخ ويساعدنا ويعالجنا وفي اليوم الرابع نيسا علقت حبل في النجفة وكانت عاوزة تشنق نفسها ولكن جوزها لحقها واخدها ورحوا للشيخ وفي اللحظة دي بنشوف ازنور وهي بتاكل وفجأة شافت في الطبق انه تحول لطبق مليان دم وحشرات وديدان ودخلت الحمام ترجع وبسرعة فكرت تتصل باحسان الساحر وتقوله على اللي حصل ده ولكن كان في حاجة او جسم خفي كان بيمسكها ويلوي جسمها وكل حتة في جسمها تكسرت ووقعت وماتت وفي اليوم الخامس راحوا للشيخ وقال لهم للأسف ازنور هي اللي عملت فيكم كده والشيخ اخدهم عشان يعالجهم وبدأ الشيخ يقرأ قرآن على نيسا ولكن غضبت جدا وبيحط عليها غطى على جسمها مكتوب عليه آيات من القرآن الكريم وفي اللحظة دي الجن تكلم على لسان نيسا وقال لقدرة انك انت كنت بتخون مراتك وانا حموت مراتك زي ما موتت ازنور وبعد كده نيسا بتهجم عليهم والشيخ بيدرب نيسا على دماغها وربطها في الكرسي وضربها على دماغها تاني عشان يخرج منها الجن ولكن للأسف نيسا بتموت وقدرة تتحجم عليها قال له انت موتت مراتي قال له انا مليش زنب وكمان ازنور لما اخذت الفوطة او المنديل الدم ما كانتش يخص مراتك ولكن ده كان يخص بنتك وماتت بنته بعد كده وقدرة كمان مات واتهم الشيخ في العديد من الحوادث دي بعدها وخلص الفيلم ودي النسخة التركية لفيلم سجين الجزء السابع ان شاء الله لما تتعرض النسخة الاندونوسية حنلخصها ونعرضها على حضراتكم اشوفكم على خير في فيلم جديد وسلام